موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن شراب الخروب أو الخرنوب هو سهل التحضير وقليل التكلفة في البداية مثل العادي رح نتعرف على نبات الخروب فوائده ومحاذيره ومضارج استعماله تذكر المصادر العالمية أن التسمية أصلها عربي وشجرة الخروب دائمة الخضرة بتعيش بشكل طبيعي في المشرق العربي وأيضا في المغرب العربي ومن الدول العربية الموجود فيها غابات الخروب ليبيا بالقرب من مدينة البيضاء ويستخرج منها شراب حلو المذاق يسمى الرب يضاف أحيانا إلى العصيدة فوائد الخروب عديدة يضبط حركة الأمعاء حيث يعالج الإسال والإمساك في الوقت ذاته وفي حال حدوث الإسال الرضع ما عليك إلا إضافة ملعقة من مسحوق الخروب إلى الحليب الذي يشربه الطفل ويعد الخروب مضاد حيوي ومضاد للطفيليات ويقضي سريعا على الجراسيم كونه قلوي معالج للحموضة وممتصا للسموم الموجودة في الأمعاء والخروب له تأثير مساعد على خفض الوزن من خلال تقليل امتصاص الدهون وتوجد بالخروب مادة صمغية تساعد على التخلص من قرحة المعدة والأمعاء فتشكل هذه الصبغة مادة عازلة تساعد على التئامها وتقتل البكتيريا والطفيليات الموجودة داخل الجسم يخفف أيضا من السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية يستفاد من الخروب كشراب أو كدبس بحيث يقاوم عوامل التحسس ويستخدم للأطفال لأمانه ولعدم وجود آثار جانبية إله ويعد الخروب مدرا جيدا للبول وبذلك يساعد على تخليص الجسم من الماء الزائد ولهذا يستخدم لمرضى الاستسقاء أيضا يدر الحليب لدى المرأة المرضع لما يحتويه من فيتامينات ومعادن وتركيبة كيميائية فيعطي الحليب قيمة غذائية أعلى أيضا يقلل حالات القيء ومقدماتها بسبب الخاصية القلوية الموجودة فيه وثبتت قدرته على خفض نسبة السكر ونسبة الكورسترول ناهيك عن قدرته العالية على تنشيط الدورة الدموية أيضا يقوي ويزيد كفاءة جهاز المناعة ويقوّل جهاز العصبي كونه يحتوي على فيتامين ألف وبي بأنواعه وتم اختياره كحل مناسب لمشكلة هشاشة العظام المنتشرة بين النساء فخلوه من الأكساليك يمنع امتصاص الكالسيوم وباقي العناصر المعدنية والعناصر الغذائية الموجودة في كل 100 جرام من الخروب الجاف 30% من احتياجات الإنسان اليومية من الكربوهيدرات و20% من احتياجات الإنسان اليومية من فتامين بي 6 وتسعة بالمئة من احتياجات الإنسان اليومية من البروتين و35% من احتياجات الإنسان اليومية من الكالسيوم و16% من احتياجات الإنسان اليومية من الحديد و25% من احتياجات الإنسان اليومية من البوتاسيوم وله استخدامات أخرى فمسحوق الخروب يمكن أن يستخدم كبديل لمسحوق الشوكولاتة والكاكاو ويمكن إضافته على الحلويات ويمكن استخدام مشروب الخروب الدافئ بدلا من القهوة ويوضع مسحوق الخروب أيضا على المعجنات لأنها يحسن من قوام العجين بالنسبة للعصير لعمل عصير الخروب نحضر 200 جرام من قطع الخروب أيضا سكر حسب الذوق ونصف لتر من الماء الدافئ وطريقة التحضير أخلط الخروب جيدا مع السكر في قدر متوسطة الحجم لكن بشرط أن يكون مانع للالتساق ثم حمصيه في إناء متسع على نار هادئة حتى يتكرمل السكر من ربع إلى نصف ساعة أضيف الماء وتركيه يغلي لمدة 20 دقيقة على نار هادئة استخدمي شاشية مطوية لتصفيته ثم أضيفي إلى التفل نصف لتر آخر من الماء وتركيه يغلي لمدة 20 دقيقة أخرى وقومي بعملية الترشيح أو تصفية مرة تانية عبء الناتج في زجاجات نظيفة قبل أن يبرد واغلقيها جيدا ولا تضعيها في الثلاج حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم برديها لا يجب الالتزام بالكمية حيث يمكن تقليل أي كمية تريدينها وستنجح الطريقة بإذن الله عصير الخروب بماء الزهر المكونات كوب من الخروب المجروش كوب من السكر لتر من الماء الدافئ ملعقة صغيرة من ماء الزهر طبعا ماء الزهر إذا محلول أو مركز تختلف نقاط إذا كان مركز وإذا محلول ملعقة صغيرة طريقة التحضير أحضر إناءا واسعا وضعي فيه السكر دون ماء وضعيه على نار هادئة وقلبي جيدا حتى يتغير لون السكر ويصبح غامقا بنيا مثل الكراميل ولا تدعيه يحترق ثم أضيف الخروب المقطع إلى أجزاء صغيرة وقلبيه مدة دقيقتين مع السكر بملعقة خشبية ثم سكبي كمية الماء سيتكتل ويجمد في البداية ثم مع الغلي سيذوب ويصبح سائلا أتركه يغلي على نار متوسطة حتى يصير لونه بنيا غامقا لمدة 20 دقيقة ثم أطفئ النار بعد أن يبرد حليه بالسكر حسب الرغبة ثم أضيفه كمية قليلة من ماء الورد أو ماء الزهر وضعيه في الثلاج لحين التقديم ويمكن تزينه أيضا بالمكسرات حسب الذوق طريقة أخرى إنقع مقدار نصف كيلو جرام من الخروب في لتر من الماء حوالي 12 ساعة بعدها يوضع الخروب في ماء آخر جديد ويغلى فوق النار لمدة ساعة تقريبا ويتم تغطية الوعاء يصف الخروب بعد إزالة القطع المتواجدة به ويضاف كمية من السكر المطلوبة على العصير ويتم ضرب الخروب في الخلاط الكهربائي ويوضع في الثلاجة لحين التقديم وطبعا في طرق عديدة وست البيت دايما بتجدد وبتحسن من المكونات بما يتلاءم مع ذوق العائلة الخروب والسلينيوم يوجد معدن السلينيوم بكميات قليلة في الطعام ومع ذلك فهو مهم جدا لصحة الجسم بشكل عام ومن الجذير بالذكر أن كوبا واحدا من دقيق الخروب يحتوي على 5.5 ميكرو جرام من السلينيوم وهذا يوفر ما يقارب 10% من الحصص الموصى بها للبالغين حيث يعد عنصر السلينيوم مهم جدا لوظائف الغدة الدرقية ولإنتاج الحمض النووي والادفاع عن الجسم من العدوى والأضرار التأكسودية أما فوائد الخروب للحامل فيحتوي الخروب في تركيبته الطبيعية على مجموعة من الأحماض التي تعتبر مفيدة جدا للتغلب على العديد من الأوجاع والتشنجات التي تتعرض لها المرأة الحامل أي أنه يعتبر بمثابة مسكن ومخدر ومريح للجسم يعتبر من أقوى مضادات الأكسودة مما يجعل منه علاجا فعالا للعديد من الالتهابات المختلفة التي تصيب الحامل كما أنه مضاد للفيروسات والجرسيم مما يجعله مقويا لمناعة جسمها أيضا يخفض بشكل كبير من معدل الكيرسترول وخاصة الكيرسترول الضار في الدم مما يقي من العديد من الأمراض الخطيرة التي تشكل تهديدا حقيقيا على حياة المرأة الحامل بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والشرين وغيرها أيضا يمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة له بشكل طبيعي مما يجعله قادرا على أداء الأنشطة والمهام الحياتية اليومية فضلا عن أنه خال من الكافئين أي يحفز الجسم بشكل طبيعي وبدون ضرر يمد الجسم أيضا بحاجته من فتامين E الذي يتحتاجه المرأة الحامل بشكل استثنائي لضمان صحتها وقوتها وصحة ونمو جنينها أيضا يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد وبالتالي يقي من تعرضها لمشاكل الدم المختلفة بما فيها فقر الدم أو ضعفه والذي يسمى علميا بالأنيميا أيضا يحتوي على نسبة جيدة من حمد جالي أسيد والذي يعد أساسا للحيلولة دون تعرض الجنين أو المولود إلى التشوهات الخلقية وخاصة تلك المتعلقة بالنمو حيث يمنع شلل الأطفال يعتبر من أقوى مضادات هشاشة العظام وذلك بفضل غناها بكل من العناصر المعدنية على رأسها الفسفور والكالسيوم والذي تحتاجه الحامل بشكل خاص لمنع ضعف الأظافر والعظام والأسنان حيث تتعرض هذه الأجزاء من الجسم لضعف عام خلال فترة الحمل أيضا يعتبر ملين وتناوله يقلل من الإصابة بالإمساك للحامل وطبعا الفوائد عامة للمرأة الحامل وغير الحامل هل هناك أضرار للخروب؟ فما هي أضرار الخروب؟ تعتبر أضرار الخروب أمرا نادرا جدا فالخروب نبات آمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس عندما يأخذ عن طريق الفم في الطعام أو كدواء ولا يبدو أن هناك أي آثار جانبية غير مرغوب فيها لتناوله وعلى الرغم من أن حساسية الخروب أمرا نادرا وفي دراسة أجريت في إسبانيا على أضرار الخروب وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من البقوليات قد يظهرون ردود فعل تحسسية تجاه صمغ الخروب وشملت ردود الفعل هذه الطفح والربو والحمى لكن الدراسة أفادت أيضا أن الأشخاص الذين لديهم حساسية خاصة من الفول السوداني كانوا قادرين على أكل بذور الخروب المطبوخة وصلصة الخروب دون أي مشاكل حبيبنا هذا هو شراب الخروب ما له وما عليه ويبقى التذكير بمراعاة الأشخاص الذين لديهم حالات خاصة وخاصة مرضى السكر بالتقليل أو الابتعاد عن المشروبات التي تحتاج إلى سكر لتحليتها ودعواتنا للجميع دائما بدوام الصحة والاعتدال يبقى مطلوب في كل شيء حبيبنا للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا ومن رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته